السلام عليكم مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة شروحات تعلم لغة هولندية درس اليوم سيكون حول دوني قاتسي كذلك سنعطي بعض التمارين من أجل الفهم جيدا متى نسعمل نيت ومتى نسعمل خين السؤال المطروح حول هذا الدرس هو متى نسعمل خين ومتى نسعمل نيت ركزوا معي جيدا سنعطي بعض الأمثلة هل هذا كتاب جميل؟ الآن سنحول هذا السؤال إلى إجابة ستكون إما ردة فعل إجابية أو سلبية لكن ما يهمنا في هذا الدرس هو ردة فعل سلبية نيغاتيف رياخيرا الجواب هو نيغاتيف ريخة تحولت إن مويبوك إلى خين مويبوك لا هذا ليس كتابا جميلا قاعدة عند وجود مثلا فدائما نحوّل أن إلى خين قاعدة عند وجود في الجملة مثلا فدائما في النيغاتسي دائما تتحوّل الجملة إلى أن تتحوّل إلى خين الجواب هو نحوّل أن إلى خين هبّ يأي أن بوك نحوّل أن يص نحوّل أن يص الآن سننتقل إلى المرحلة الثانية أو القاعدة الثانية مثلا هبّ يأي كيندرن هل لديك أطفال؟ هبّ يأي كيندرن هنا ليست لدينا أن هذه قاعدة أخرى عندها عدم وجود أن كذلك نستعمل خين اكهب خين كيندرن فهذا ما يتعلق بالنسبة لخين متى نستعمل خين؟ عند وجود أن وعند عدم وجود أن نستعمل خين الآن سننتقل إلى الأدات الثانية نيت متى نستعمل نيت؟ أما بالنسبة لنت فهناك قواعد القاعدة الأولى وهي عند وجود عند وجود صفة كما تعرفنا في الدروس السابقة عن الصفات سأعطي مثال مين يص إس نيت نيو مين يص إس نيت نيو كما لاحظتم أن نيت أتت قبل الصفة نيو جديد هذا فيما يخص القاعدة الأولى أما القاعدة الثانية وهي البريبوزيتي كما تعرفنا في الدروس السابقة أيضا على البريبوزيتي سأعطي مثال يو سلوتلس لخن نيت أوب دو تافو يو سلوتلس لخن نيت أوب دو تافو كما لاحظتم أيضا أن نيت أتت قبل البريبوزيتي وهي أوب على الطاولة أوب دو تافو هذا فيما يخص حروف الجر هناك أيضا قاعدة ثالثة وهي عند وجود فعل ذركفورت كذلك نستعمل نيت سأعطي مثال هتريخنت نيت هتريخنت نيت إنها لا تنطر والآن سننتقل إلى القاعدة الرابعة وهي القاعدة الأخيرة عند وجود شخص محدد specific person أو هدف محدد specific object أو وقت محدد specific tight كذلك نستعمل نيت سأعطي مثال لا أعرف ابنتك والآن سننتقل إلى بعض التمارين من أجل فهم جيدا The opening لدينا أربع أسئلة خاية ماي خاية ماي سأعطي مثال أسئلة أول السؤال تاني سأعطي مثال سأعطي مثال سأعطي مثال سأعطي مثال سأعطي worship سأعطي مثال سأعطي الفيديو Ben je ziek? Nee, ik ben niet ziek. Woont hij in de stad? Nee, hij woont niet in de stad. سؤال رقم خمسا Heb jij een broemer? سؤال رقم ستا Koop je een nieuwe jas? Koop je een nieuwe jas? سؤال رقم ستا Bent u getrouwd? Bent u getrouwd? سؤال رقم تمانيا Vindt u de lessen moeilijk? Vindt u de lessen moeilijk? Nee, ik heb geen broemer. Nee, ik heb geen broemer. Nee, ik koop geen nieuwe jas. Nee, ik koop geen nieuwe jas. Nee, ik ben niet getrouwd. Nee, ik ben niet getrouwd. Nee, ik vind de lessen niet moeilijk. Nee, ik vind de lessen niet moeilijk. Luister je naar hem? Luister je naar hem? Heb je genoeg geld? Heb je genoeg geld? Ga je met vakantie? Ga je met vakantie? Ken je die man? Ken je die man? Brandt de lamp? Brandt de lamp? Luister je naar hem? Nee, ik luister niet naar hem. Luister je naar hem? Nee, ik luister niet naar hem. Ken je die man? Nee, ik ken hem niet. Nee, ik ken hem niet. Heb je genoeg geld? Nee, ik heb niet genoeg geld. Nee, ik heb niet genoeg geld. Ga je met vakantie? Nee, ik ga niet met vakantie. Brandt de lamp? Nee, de lamp brandt niet. Nee, de lamp brandt niet. Nee, het is het was ook het dag. functionally, bedankt voor je aan de volgende keer. Niet schemen van het video. Preist de linken van de volgende keer. umpinance maker voor de binnenkantie. Bedankt voor het voorzien. Bedankt voor de volgende keer. موسيقى موسيقى